ولكن إسرائيل ما تروج له تقول بأن إيران تفكر في الوصول للقنبلة النووية وذلك لتحرير فلسطين وإيران ترفع راية تحرير فلسطين من إسرائيل وغيرها كما هي تتحدث دائما يعني ألا تعتقد من الأيدولوجية من الشعارات الإيرانية من الإمكانيات التي تمتلكها يعني إسرائيل تعطيك القصة كما هي هم يفكرون استخدام القنبلة النووية ضدنا كما اعتقدوا في السابق مع صدام حسين وضربوا المفاعل النووي بأكمله وأنه أمره وضربوا المفاعل السوري بعد ذلك لأنهم يعلمون الغاية من هذه المسألة هل تعتقد هذا الكلام مبالغ به من قبل الإسرائيلين؟ نعم بالتأكيد أنا لم أسمع الإيرانيون يقولون في يوم ما أنهم يريدون الحصول على القنبلة النووية من أجل تحرير فلسطين ونستطيع أن نعرف الأثر الذي يمكن أن يحدث إذا ما أطبقت فقط قنبلة نووية واحدة في ذلك الاتجاه وفي هذه المنطقة سيكون كارثة هذا كما هو الأمر عندما تستخدم قنبلة نووية في أوكرانيا يمكن أن تكون كارثة فأنظر إلى ترنوبل ذلك كان خطأا أو حادثة كيميائية ولكن مع ذلك أرسلت هذه السحب التي وصلت حتى أوروبا وفي كل أوروبا وفي كل العالم فقط بجهاز نووي واحد لذلك فأنا أجد أن جدلية الإسرائيليين هي على حفة الحالة العصبية وما يريدون القيام به أنا أريد من الناس أن تقف وتفكر حول هذا الأمر وحقيقة وجدية أن هناك قنبلة نووية ستستخدم أين تحدث الإيرانيون بهذا الأمر متى تحدث الإيرانيون بهذا الأمر أنا أجد هذه الجدلية مثيرة للشكوك ترجمة نانسي قنقر